وهذا التقرير من قناة التغيير هو الدليل الذي نضاه أمام القضاء والمختصين وعوالي الضحايا مشاهدين الكرام عندي مجموعة ملاحظات أقدمها إلى الدولة وإلى المحافظة هذا التقرير عرضته قناة التغيير لمراسلنا جاسم الهميم قبل سنة أشار هذا التقرير صراحة أن هذا المكان لا تابع للوقف السني ولا للوقف الشيعي ولا للمزارات الدينية ولا للعتب الحسينية ولا للعتب العباسية المستثمر الذي طلع أمامكم قبل سنة في قناة التغيير يقول أنا متبرع زين المحافظ ما شافه رئيس المجلس ما شافه سيادة رئيس دولة الوقف الشيعي ما شافه العتبات الدينية ما شافته لنترح السؤال بابا أنت شنو متبرع أبو الأوليد زين المتبرع ممكن أن يكون صندوق للتبرعات وأنت من أهل الخير تخليه لكن متبرع وتأخذ مكان أثري وتأخذ مكان تاريخي وتأخذ مزار وتقوله أقدم خدمات هل سأنا بعدين أجي على قضية الخدمات المقدمة إذن هذا الاعتراف وهذا عدم الاهتمام من السادة المسؤولين في المحافظة وفي الوقف الشيعي هم الذين يتحملون مسؤولية هذه الدماء التي يريقت زينانة باتل هم يجيني واحد متبرع يأخذ لإمام وواحد يأخذ لمعلم وواحد يأخذ لأثار تحت عنوان متبرع يدير يبني يجبي قالوا لكم هذه وصولات قناة التغيير قالت لكم هذا المستثمر أصدر وصولات بغير وجه حق السيد المحافظ السابق عقيل الطراحي وجهه بتشكيل لجنة وراء اللجنة الوصل اللي كان بـ 3000 صارت السيارة التبيرة بـ 5000 وهو بـ 3000 شلون مرت ووقعت الكارثة لأنه أنتم تابعون الإعلام ما تهتمون بالمعلومة ما تهمكم حياة الناس والآن يجب أن تحاسبوا جميعا وهذا التقرير من قناة التغيير هو الدليل الذي نضاه أمام القضاء والمختصين وعوالي الضحايا أننا قد قلنا من سنوات أن هذا المزار والمكان الأثري يمتلكه شخص لا علاقة للدولة به بشكل رسمي أما العلاقات الجانبية والعلاقات الشخصية والانطمطم وانطيني وانطيك هذا ما يكشفه التحقيق لأنه معقولة على مدى هذه السنوات من 2014 للـ 2022 الوليد يشتغل مستثمر لحسابه بدون دولة ما معقول هذا ما معقول هذا اشتركوا في القناة